كالرحمة عايز حضرتك قبل ما تتصل بزوجتك انت طبقت ايه العصر وانه هيدا قل الله صليتي العصر ولا لا صليتي العصر ولا لا قبل ما تتصل بيها ساعة العصر عشان الاكل خلص ولا الاولاد صلوا ولا لا خلصت وردك من القرآن ولا لا البيت الذي تقرأ فيه صورة الواقعة لا يجد اهله فاقة ما فيش فقر مش حيجيلهم فقر اقرأ القرآن اقرأي القرآن املوا بيتكم بالذكر حتى تملأوا السعادة البيت الذي يتلى فيه القرآن ايه لي بيحصل له بيحصل له كم حاجة هقول لكم تدخل عليه الملائكة اه تملأه الملائكة تخرج منه الشياطين المكان اللي فيه ملائكة لا يمكن ان يدخلوا شيطان ويتسع على اصحابه ويضيء هذا البيت سبحانك يا رب كالكوكب الدري الذي يهتدي به الناس في البحار الملائكة تبقى مشية في في الملأ الأعلى كده وفي السماء فيجدوا بيوتا فيها نور البيوت اللي فيها نور دي خيمة من النور فيها ايه ان اهلها يتلون القرآن يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى حتى اذا مغى يوم ولم يجدوا تلك الانوار تتساءل الملائكة فتردوا الحفظة لقد مات صاحب القرآن في هذا البيت بيوت ظلمت البيوت اتملت تعاسى ما بقاش في سعادة لكن حافظوا على كتاب الله حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي انا بتكلم فيه في عهد النبي تعالى بقى نيجي نشوف بعد كده انا دلوقتي اتكلمت عن تعاملات الناس وكذا 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 انا مش عايز حضرتك تسببي طب انا هقول لكم زمان كان اذا عاد الرجل الى بيته كانت المرأة تبش في وجهه تبصه وتبتسم كده تمام تبتسم له حتى لو ما فيش اكل في البيت اصل لو لو فيه اكل في البيت وفيه نقول دي كرومي ماشي لكن فيه بوز شبغين كده والراجل هيعمل ايه الراجل طبعا ولا حياكل ولا يهنى ولا حاجة وحينام من غير ما يعمل اي حاجة يبقى الاكل اللي اتعامل ده ويبقى احنا عاملين الناس زمان علمونا اماتنا جبت الاكل وعملته ورشيت عليه ملح او تراب فبا وصل بعدا ما بذلتي مجهود مع زوجي انت تبسطي في شيء او تعمله اكل او 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 فجأة انتهى الموضوع لا انا مش عايزيني سيب الموضوع ده يعدي كده وفي حلقة واحدة لا حنكرر الحلقات لازم بيوتنا تثبت لازم بيوتنا تقام امال مين اللي حيربيه مين اللي حيربيه انا عارف انا عارف ان احنا هنوقين بيوتنا دي وحنتواجد مع بعضنا ان شاء الله لازم بيوتنا ووقف الموضوع شكرا